فضيلة الشيخ هذا الأخ سفيان يقول هل الإيمان يزيد وينقص نعم الله هذا في نص القرآن قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ولهذا قال العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي فالإيمان يزيد وهذا بنص القرآن وبنص السنة أنه يزيد بالأعمال الصالحة وأنه ينقص بالأعمال السيئة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يضعف وقال تعالى في هؤلاء هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فالإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا حبة خربه ويزيد حتى يكون كأمثال الجبال نعم